أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن ما تقدمه الكوادر الوطنية من عطاء متواصل رافقه التميز ويدعم السمرارية النجاح في مختلف القطاعات هو محل تقدير واعتزاز سموه أعرب عن الشكر لأبناء الوطن من موظفي الدولة لما بذلونه ويبذلونه من جهد وعطاء مخلص ومتواصل مشيرا إلى أن انطلاقة مملكة البحرين نحو المستقبل بأفاقه التنموية المتعددة ركزتها أبناء الوطن وما يتمتعون به من تطلع دائم نحو التميز مستلهمين من التجارب السابقة ما تسخر به قصص النجاح ملهمة بما يصهم في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بقصر الرفاع اليوم سعادت الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وسعادت المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير شؤون الكهرباء والماء حيث أشاد سموه في هذا الصدد بالجهود الطيبة التي بذلها سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا في مختلف المناصب التي تولاها وإسهماته في إنجاز وتحقيق البرامج والمشاريع الحكومية وأشار سموه إلى أهمية الطاقة المستدامة في رفض المشاريع المختلفة بما يسهم في تعزيز جذب الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة للمملكة ويتمشى مع ما هو مخطط له ضمن المرحلة الحالية للتعافي الاقتصادي من جانبهما أعرب سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وسعادة المهندس وائل بن ناصر لمبارك عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يبديه سموه من تقديراً للكوادر الوطنية وحرصاً واهتمام مستمر بدعم كافة الجهود بمختلف القطاعات بما يعود بالخير على الوطن والمواطنين